كيف شفنا هذيك المرة لما هذي العاصفي الكبيري جداً اللي حكينا عنا واللي أسفرت عن حوادث كبيري وانقطاع الكهرباء عن عدد لا بأس به من العالم مئات الألاف من الأشخاص كانوا بلا كهرباء والحوادث والمشاكل وقصص وحكاياه شفنا هذيك الجمعة كان في عاصفي سلجي مفاجئة مش كتير عالم حسب الحساب وكمان قدت إلى حوادث على الطرقات السريعة ولا انقطاع الكهرباء وغيرها من هذا المواضيع هلأ أيضاً هناك عاصفي فيه جديدي كمان مزدوجي ما بعرف شو قصتهم هلأ هذي الدبل وينتر ستورم عبي يجو ورا بعض يعني كانوا يجو واحدة واحدة هلأ عم يجو اتنين اتنين مع بعض فهناك عاصفي مزدوجي بلشت اليوم نهار التنين بدنا نمرق على ثلاث مناطق قبل ما نحط الصور رح يكون فيه إلى ثلاث مراحل لهذه العاصفي مرحلة بدأت اليوم نهار الاثنين وتستمر إلى نهار السلساء مرحلة بتبلش نهار الأربعة والمرحلة الثالثة هي من الأربعة بعد الظهر إلى نهار الجمعة تمام فهيدا مثل بريكداون مثل الأجزاء تبعها لهيدي العاصفي بس بشكل عام رح نشرح لكم من خلال الخرائط كيف رح تبلش هذه العاصفي بأي مناطق رح تبلش وشو المتوقع رح لدي أكتر شيء إذا بنا نلخص الموضوع اللي بيحب ياخد يعني التلخيص طبعه للموضوع بدون ما يفوت بالتفاصيل هو إنه العاصفي رح يكون فيها أمطار غزيرة وبالتالي رح يكون فيه فيضانات رح يكون فيه تكون للجليد على الطرقات كمان جليد بتعرفه بيؤدي إنه يكون فيه حوادث وإذا تكون أيضا على الشجر يؤدي إلى انقطاع بالكهرباء وعنبي كمان عم ينحكى تساقط لي السلوج بكميات كبيرة جدا قد تصل إلى 24 أنش في بعض المناطق تمام؟ هذه الخلاصة الخلاصة اللي بيحب الخلاصة طيب اللي بيحب التفاصيل بنبلج بأول خريطة اللي هي تتحدث عن العاصفي الأولى اللي هي رح تبلش اليوم الثانين وبلشت اليوم الثانين وتستمر بساعات الليل وبتكمل لبكرة الثلاثة خلينا نخلي خريطة اليوم للثلاثة تمام؟ أريدي حاليا ما يقارب الـ 25 مليون أمريكي هم تحت شيء يسمى بتحذير Winter Storm Alert أريدي اليوم 25 مليون أمريكي رح نشوفه اليوم إخواننا هذه بتعتبر عاصفة صغيرة مننا كتير كبيرة كل رح نشوفه هو تساقط للأمطار في مناطق عدة المناطق اللي شايفينا أنتو باللون الأخضر هي المناطق رح ينزل عليها شتا بشكل كسيف يعني يعني مختلف ما بين منطقة ومنطقة والولايات التي تقع في الجزء الشمالي من الولايات المتحدة الأمريكية رح تشهد كمان تساقط للسلوج بمعدل يصل إلى إنش كل ساعة تقريبا إنش كل ساعة بالمناطق اللي هي تقع في الشمال في شمال الولايات المتحدة الأمريكية ويمكن أن يتكون الجليد في المناطق الواقعة في جنوب ولاية ميشيغن وجنوب ولاية ويسكنسون لحد هلأ عم بيقولوا يمكن أن يصل الجليد إلى ما يقارب الربع إنش وعم بيقولوا إذا وصل الجليد إلى ما يقارب الربع إنش سوف يتسبب للأسف بأنه تكون الطرقات خطرة جدا وأيضا يمكن أن تسبب بانقطاع الكهرباء عن بعض المناطق عم بيقولوا عم بيذكروا يعني بسبب الجليد كان هناك فين نخلي هذه الخريطة لحد هلأ بسبب الجليد كان هناك برجينيا سيارات عالم يعني تنحبس بسياراتها لما يقارب الاربع وعشر ساعة هلأ في عنا مناطق مثل اوكلهوما مثل دالاس مثل لتل راك حتى منفس رح يكون عندها سيفير ستورمز نهار الأسنين بعض الظهر وخلال ساعات الليل وأيضا نهار السلساء رح نشوف أيضا مناطق مثل الميسيسيبي مثل جاكسون مثل منفس مثل ناشفيل كمان عندهم سيفير ستورم طيب نهار الأربعة الخاطرية التانية إذا فينا نروح عليها نهار الأربعة إخواننا ورح أحكي عن موضوع المحلات والمجاعة بالمحلات انطر يا مانا لأنه نقطة كتير مهمة نهار الأربعة إخواننا سبعين بالمئة سبعين بالمئة سبعين بالمئة اسمعوا كتير هذه الكلمة سبعين بالمئة من المناطق في الولايات المتحدة الأمريكية رح تكون الحرارة فيها تحت السفر سبعين بالمئة حضر حالك للساعة يعني تمام؟ يعني إذا فيك تحط علي الكاميرا شوي محمد يعني اللي كنا عم نشوفه اليوم وكنت عم بقوله للشباب عنا اليوم بالستيديو إنه شو هالطقس الحلو شو هالطقس الروعة هاي قبل ما روحوا أقرأ الأخبار أنا صراحة تمام بصوب بالطقس وشلحت عشوية رح نشلح الجكات وعشوية رح نشلح الإيرمافس وقصص وحكايات الحرارة يمكن خمسين كانت نحنا وجايين على استوديو خمسين تقريبا كانت بعد شوية رح نطلع يعني نعمل نتسبح يعني نحنا نمشقن عنا خمسين روعة يعني بنتفاجأ إنه الحرارة إخواننا إذا فينا نرجع للخريطة الحرارة رح تنزل يعني وصلت ببعض المناطق بالولايات المتحدة الأمريكية للأربعين وخمسين درجة خمسة عشر مليون أمريكي خمسة عشر مليون أمريكي رح يشوفوا حرارة تحت السفر هذا الأسبوع وكما ذكرنا لكم 70% من الوائد من التحدة الأمريكية سوف تشهد سوف تضب以 حرارة المتحدة هذه الموضوع عجية 70% من الوائد من التحدة الأمريكية تمام والحرارة مبينين قدامكن قدizable الوائد من الأستقرار تحت المعدل الطبيعي لألون خرج الحرارة ستكون مرتفع على الألون القادمة من خلال الأكيدي هذه المناطق تمام فعم نحكي عن بعض المناطق بتاكساس رح يفيقوا نهار الاربعة ويشوفوا الحرارة تحت السفر مناطق مثل داكوتا اخوانا ومنسوتا رح تكون الحرارة عندهم نهار الاربعة والخميس عشرين تحت السفر وثلاثين تحت السفر يعني الاربعة عشرين تحت السفر والخميس تحت السفر وفي شئ اسمه دا في اللاك يعني انه في شئ اسمه قديش الحرارة وفي شئ اسمه قديش بتحسوا الحرارة رح تكون بهيد المناطق بالداكوتا يعني بساوز داكوتا ونورز داكوتا وبي منسوتا اخوانا يمكن تحسوا نهار الخميس الحرارة رح تحسوا فيها تقريبا خمسين تحت السفر خمسين تحت السفر شو هذا؟ نحنا قديش كانت 8 تحت السفر اولة مبارح وكنا عام نهز فامين كيف؟ فانتبهوا بهذه المناطق. طيب ننتقل للخريطة الثالثة والأخيرة اللي هي بتحكي عن من نهار الاربعة على نهار الجمعة. نهار الاربعة اخواننا اكيدة متل ما قلنركن رح تنزل الحرارة بعد ما كنا عم ننعم بحرارة خمسين وستين في بعض المناطق رح تنزل الحرارة بشكل كبير جدا ورح توصل العاصفة التانية وهي العاصفة الاكبر وكمان تكون هايدي العاصفة هو من نفس المكان اللي تكونت فيها هديك المرة اللي هي الراكيز تمام فانهار الخميس وانهار الجمعة رح تجيب معها تلج لأماكن مثل اوكلهوما ومثل تكسس وتساقط السلوج الاكبر متما شايفين قدامكم رح يكون من كانسس لمازوري لانديانا هايدي اكتر مناطق رح تشوف تساقط للسلوج ورح نشوف هناك تكون الجريد بشكل كبير جدا في جنوب مازوري وايضا في شمال اركنسا حتى لانهار الجمعة اخوانا مناطق مثل بوستن مثل نيويورك سيتي رح يشوفوا تساقط للسلوج اذا بدي اعطيكم مثل فور اكزامبل عن بوستن يعني بوستن اخوانا الحرارة فيها نهار التلاتة رح تكون بالأبر سكستيز يعني سكستي فايف سكستي سفن خمسة وستين سبعة وستين نوصل للخميس بتصير الحرارة بوستن تقريبا باللوتيريز لنوصل لانهار الجمعة كمان بتنزل اكتر نشوفوا قديش يعني اختلاف بدرجات الحرارة خلال يومين يعني من ابر سكستيز لللوتيريز بيومين تلاتة للخميس تمام اذا بنرجع للخريطة خينا محمد عم بينحكى انه تساقط السلوج من العاصفة التانية بي اكتر شي كما ذكرنا لكم من كينسوس لمازوري لانديانا ايضا لنيويورك لماين لفيرمونت لنيو هامشير نورزين ماشي سيورس في بعض المناطق رح يكون فيها ستة لتنعشر انش من الخميس لالجمعة وهناك ايضا بعض المناطق عم بينحكى رح يكون فيها من اتناعش لتمنتعشر انش وهناك بعض المناطق حسب اكيو وزر عم بيقولوا انه يمكن تصل الى اربعة وعشر انش وخاصة المناطق التي تقع في جنوب فيرمونت وايضا بنيو هامشير وايضا بالشمال الغربي لولاية ماشي شورس تمام؟ هلأ في هناك بعض المناطق سوف تتأثر بهيدي العاصفة وبالتالي حركة المطارات وحركة الطيارات رح يكون تتأثر بعض هايدي المناطق هي دنفر هي سان لويس شيكاغو ديترويت بيتسبيرغ نيويورك وبوستن هايدي المناطق الرهيه رح تتأثر بتكون السلوج وتكون الجليد ورح يكون هناك المطارات تبعها رح تضطر الى تأخير الرحلات والخال والغاء بعض الرحلات الجوي طيب هايدي هي العاصفة اللي عم يتحكى فيها كما ذكرنا لكم هي عاصفة شتوية مزدوجة تحمل الامطار اليوم وبكرة الثلاثة الخفاض بالرجلات الحرارة نهال الاربعة ابتداء من الاربعة وكميات كبيرة من السلوج الخميس والجمع كلمة صغيرة لأخواننا مش معناتها انه في عاصفة انه هلا تفزوا مثل سوري من هالكلمة مثل الخوت وتروحوا على المحلات وتفضوا الشافس بالمحلات تمام معزوروين لي هادي استعمال هادي الكلمة صراحة يعني نحن اخواننا اللي عايش بمشيغين اللي عايش بشيكاغو اللي عايش بهادي المناطق اللي بصير فيها سقعة وتلج مش لازم يكون امر غريب عليكم تساقط السلوج بهادي المناطق يعني بعضنا يوم ديبوا التلجات عنا بيديربونت فهمين كيف سوما بفهم انا اللي عايشين بيديربونت فالأخوان بس واحد يقلهم في عاصفة تلجية بروحوا بفضول الاكل والمحلات والخبز والمحارم وشو قصة المحارم هادي كانو في فيروسات ولا كانو في عاصفة بتفضوا المحارم انو شو بيكون انو حتى لو عاصفة ايجيت وقعدت يومين فور اكزامل انو شوها القصة العظيمة شوها القصة الكبيرة اوكي خلي يكون في اكل ببيتك بس مش مجاعة لا تروحوا وتفضوا المحلات رقوا احلى شي لهودي اللي بتلعوا لي بقصة انو في مؤامرة مبان المنظمات او الوكالات الاعلامية ومبان التجار قال شو لحتى شوه انو نحنا منخوي في العالم لحتى يروحوا يشترووا بالمحلات الصيت اللي علينا والمصاري لطد للتجار فمنا لي يجير؟ لا عادي احكملوا حياتكم عادي اكيد انتبهوا بس يكون الطقس منو منيح صراحة اللي منو مضطر ما يطلع يسوق يعني شفنا الحوادث اللي كانت عم بتكون بانديانا بإلانوي عنا بمشيقن هوني على 696 شفتوا كم سيارة فاتوا ببعض فمين كيف؟ فانتبهوا على الموضور كل اللي لازم تنتبهولو انو اخوانا ما يعني اذا مش مضطرين تطلعوا من بيتكن وفيه يعني اسواق جوية سيئة ان كان تكون للجريد او سقوط يعني تساقط السلوج ما تطلع من بيتك اليوم يومين ما بيأسر مش راح تموت فيو انهودي بس ما يصير فيه هستيريا وتهافد بشكل يعني غير مبرر على المحلات لا روقوا على حالكن انتبهوا بس حضروا حالكن يعني اذا عبدكن شي يعني اذا ناقسكن شي يجيبوا بس ادحجتكن فرمين كيف؟ ولا اكتر ولا صارت صارت ما صارت أحلى وأحليين يعني اذا بتزعلوا اذا ما صارتش العاصفي يعني بتكون رحمة من ربنا انو ما صارتش العاصفي عليكم هي هي كنا بنا نقولون فمش ضروري تخزنوا يا اخوانا مش راحين على مجاعة يعني مش راح يصير فينا مجاعة مثل مصار بزمن النبي يوسف سبع سنين لحتى تخزنوا هالآد موسيقى موسيقى موسيقى